بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله أنجعلنا نستمر ونكون معكم ونتشرف بهذا الجمع الفاضل ليحضر معنا اليوم نبدأ الحمد لله مع الحروف الظلقية مجموعة جديدة من الحروف وإن شاء الله تعالى نبدأ مع حرف اللام اسم هجاء الحرف هو لام ففي لام ألف ثم ميم في آخره فالحرف المتوسط يجعل له خصوصية خاصة في فواتح الصور وعدد فواتح الصور التي فيها ألف لام ميم أو ألف لام را أو ألف لام ميم را أو ألف لام ميم صاد كثيرة كما ترون ما شاء الله عدد كبير من فواتح الصور فملاحظاتنا على اسم الهجاء في فواتح الصور بما أنه موجود في حرف متوسط مد فهو فيه مد حرفي لازم قد يكون مثقل أو مخفف ماذا يعني مثقل؟ يعني أن الحرف كلمة لام ننظر للحرف الذي بعدها فإذا ابتدأ الحرف بحرف يضغم مع الميم معناته عنا هنا صار شدة صار الحرف الأول مضغم في الحرف الثاني والحرف الثاني مشدد فإذا صار معنا مد لازم وبعده مشدد فصار مثقلا فهو مد حرفي لازم مثقل إذا تلاه الميم فألف لام ميم تلته معناته هنا في عنا هذا مد الحرفي المثقل هنا مد حرفي لازم مثقل مد حرفي لازم مثقل أما ألف لام ميم را أو أعفا ألف لام را الحرف الذي تلا كلمة لام هو راف لا يوجد حكم بين الميم اللي موجودة في آخر كلمة لام وبين راف فبالتالي هنا بتكون مد لازم مخفف هنا مرتاني ينطبق علينا المثقل مرتاني هون وينطبق علينا مرتاني بألف لام ميم كلها إذا ألف لام ميم هي اللي فيها المثقل بغض النظر عن حرف الذي يليه فإذا قد يكون اللام فيه مد حرفي لازم مثقل أو مخفف حسب الذي يليه هذا الحرف من الحروف التي وردت بكثرة في القرآن الكريم هو ثاني حرف بعد الألف لاحظة 38 ألف مرة قارنوها بالحروف التي أخذناها سابقا في بعض الحروف ألفين مرة في بعض الحروف ألف مرة أما هذا الحرف ورد 38 ألف مرة تقريبا ومتطرف منها أكثر من 3000.5 فبالتالي نحكي عن اللام حرف كثر وروده في القرآن الكريم يجب العناية به في كل ما ورد وله أحكام وهو من حروف التي تتعلق في الأحكام حكينا في بعض الحروف عندنا سهلة لا يتعلق بها الكثير من أحكام يمكننا نخلص الحروف بسرعة اللام من الحروف التي فيها أحكام كثيرة فيجب أن نأخذه بتمحل ونأخذ جميع أحكامه فاللام والميم والنون والرا والهمزة هذه من الحروف التي تتعلق بها الكثير من الأحكام ويجب أن ننتبه لها في تلاوتنا في القرآن الكريم هذه واحدة أكثر آية فيها لامات وكما تجدوا أنه لامات كثيرة حتى في آية واحدة العدد كبير ما شاء الله ويجب مراعاة كل لام في أكثر من جانب دعونا نبدأ بالرسم العثماني لهذا الحرف هل رسم هذا الحرف؟ نعم الحرف رسم مفرداً متصل من أمام متصل بالوسط وله القدرة هذا ليس من حروف الرافصة فبالتالي يتصل من اليمين ويتصل من اليسار له القدرة على الاتصال من الجهتين ويأتي منفرداً في الآخر إذا عاد منفرداً في الآخر فيأخذ نفس شكل اللام المنفرد الرسم العثماني هل كان هذا الحرف موجود؟ نعم تم الاعتناء بهذا الحرف وكل حرف لام كانت مكتوبة إلا بعضها سأذكرها في موضوع الحذف لكن لام من حروف التي كتبت يعني مكتوبة بشكل واضح ومن النصوص القديمة كان سهل تمييزه لأنه لا يوجد له قريبات في نفس الشكل بالموضوع الارتباط يمكن تمييز اللام بسهولة مع أنه يمكن أخوات شكله الألف لكن يمكن تمييزه حتى في النصوص القديمة إلا أيضاً أجد في النصوص القديمة مع الألف مجدولة هذه برضو واحدة من صفات اللام هذا إلا علاقة بالخط أنه تأتي مجدولة إذا كانت فيها لام فحتى لو كانت متطرفة مثلاً هنا ثلاثة هنا تتجد أنه مجدولة طب وين اللام هون؟ أي اللام وأي الألف في رواية حفص أو مصحف حفص إحنا لعنا في مصحف حفص اللام هي المجدولة إلى اليسار يعني تبدأ باليمين وتنتهي إلى اليسار فإذا لعنا اللام عفوا دعنا نعيد هذه النقطة في مصحف رواية حفص اللام هي التي تبدأ باليسار وتنتهي باليمين هي الذراع الأيمن حتى تنجد أنه مصحفنا في شرطة صغيرة عندها نجي نتفرج عليها هون هنا موجودة بشكل مفتوح بس بدي أدور على واحدة مجدولة هاي واحدة مجدولة ولا تخزون لحظوا اللام هي الموجودة بالذراع الأيمن اللخبة طبعاً بتصير بتصير معنا في مصحف ورش ممكن أنه إذا قرأ فيها شخص مش متعود على هذا المصحف سيتفاجأ أنه إذا كانت اللام مجدولة مع الألف فاللام هي هذه اللي موجودة إلى اليسار تبدأ باليمين ثم تنتهي باليسار هذا في مصحف ورش أما في مصحف حفص اللي موجود عندنا اللام هي الذراع الأيمن حتى بتلاحظوا أنه إلها شرطة هون شايفين هاي الشرطة الصغيرة في القط هذا الشرطة إلى اليمين جاي الألف في إلها شرطة إلى اليسار إذا كانت مجدولة هي لتمييز المجدولات خاصة إذا كان في موضوع عنا مدود مثلاً هاي مثلاً مدود هاي لاحظوا أنه المدن حط على اليسار معناته هاي ذي الألف هذا في مصحف حفص طيب إذن اللامات كتبت كانت في النصوص القديمة أي لام ألف متطرفة تكتب مجدولة إحنا عنا قليلة لاحظوا إنها انفتحت إذا كانت مش منفردة اللام والألف مش منفردات بهاي تنفتح عنا قليل أمثل إنها بتبقى مجدولة هاي بإلها علاقة بطريقة رسم الخط ما هي قواعد الرسم العثمانية تنتبق تنتبق إنه أحكينا كل اللامات كتبت لكن هناك لامات حذفت هناك لامات حذفت وهي لامات إذا تكررت الكلمات فيها الليل واللذاني واللذينة فإذن أينما وقعت هذه الكلمات هذه الثلاث كلمات أينما وقعت فيها قاعدة الحب يعني هي أصلها الليل شو معنى الكلام إحنا هاي الكلمة أصلها ليل فأنا بدي أضيف آلف حمزة الوصل ولام التعريف إحنا بنضيف لام التعريف بس هي اللام التعريف دائما تيجي بكمبينيشن اللي هي بتيجي مزدوجة مع حمزة الوصل فأنا بدي أضيف حمزة وصل زائد لام فأين ذهبت اللام اللي نضفناها إذا كنا بنرسم بالخط الإملائي عادينا بنكتب اللغة العربية في كتابتنا الطبيعية العادية إحنا بنكتب أل وبعدين بنكتب كلمة ليل فبتلاقي فيه هنا لامتين هنا توجد لام ولم أما في المصحف هذه الثلاث كلمات واللذاني الذين هاي الثلاث كلمات رسمت بلام واحدة فهناك نعرف إنها لام محذوثة وهي اللام إذا تكررت حذفت أينما وقعت هذه الثلاث كلمات فإذا تنطبق عليها القاعدة آما في كتابتنا العادية لازم نكون هاي فيها دبل ال يعني فيه وحدة هون ووحدة هون كلمة الأصلي ليل واللام التعريف التي دخلت عليها طيب في قواعد الرسم العثماني موضوع الفصل والوصل وكثيرة هي الكلمات التي فيها أحد حروف التي وصلت هي اللام نبدأ بأول واحد اللي هو ألا أن أولا أنا بدي ألفظها متصلة بالتلاوة أنا حدغمها ألا لكن في رسمها هنا فصلت لاحظوا فصلت هاي مواضع العشر التي وردتنا بصورة غير ذلك هي موصورة مثل هذه إذن هذه العشر مواضع حسب ما ذكرت في منظومة الجزري هذه العشر مواضع التي وردت مفصولة غير ذلك هي عادة موصولة يعني تلفظ مضغمة وموصولة وهناك موضع واحد للاختلاف اللي هو في سورة الأنبياء فإذن هذه كلمة ألا دائما باللفظ هي ألا يعني اللفظ واحد لكن الخط مفصول في هذه العشر مواضع ماذا يعني ذلك إذا كنا منتحدث عن التلاوة إذا أنا كنت أقرأ القرآن واتررت أن أقف هنا أستطيع أن أقف أقف أن أسكت إذا نحكي اختبارا لأن هذا ليس موضع وقف أصلا يعني ليس من مواضع الوقف اللي بتكون عندنا تام أو كافي فإذن هاي متصلة مع هذه الكلمة لكن اختبارا أستطيع أن أقف هنا عما عند البدء سأبدأ من بداية الكلام أو من عند ما يبتدأ به بالآية هاي قريبا من بداية الآية معناها سأبدأ من هون حسب الآية كم طولها فإذن هاي هي الأثر اللفظي لهذا الانفصال أنني اختبارا أستطيع أن أقف هنا أما لاحظوا هون هذه آخر واحدة موصولة رسمة موصولة والنون أصلا مش مكتوبة لأن في بعض الأشياء رسمة موصولة والحروف كلها موجودة الكلمة الأولى والكلمة الثانية موجودين لكن مثلا كلمة في من في موجودة حروفها والمن موجودة حروفها أما هنا عندما اتصلت كتبت اللا بهذا الشكل رسمة مضغمة يعني الإضغام تم دخاله في الرسم فلا أستطيع أن أقف على الكلمة الأولى في الان هاي مثلا كل ما هنا كل ما فيها لام هاي اللام اللي هي بالكلمة الأولى لاحظوا هالمرة هاي اللام في الكلمة الأولى وردت موصولة مفصولة في هذه المواضع وموصولة في باقي المواضع طيب إذن هذه مواضع التي فيها فصل إذن أستطيع أن أقف على كل اختبارا وبعدين أبدأ من ما يصلح الابتداء به بالآية اللي في خلاف في موضع النساء والكل ما ألقي فيها فوج لاحظوا هاي كل ما الحروف كلها موجودة لكن اتصلت الكل بالما ولا أستطيع أن أقف اختبارا على هذا الجزء طيب اللي بعدها أن ولم لاحظوا إنها وردت موصولة باتفاق في سورة هود مقطوعة باتفاق فيما عدا ذلك من الموضع لاحظوا هنا اللم رسمت مع الإضغام تاحا فإذن النون حتى اختفت فإن لم أعفا فإن لم يستجيب إذن فإن لم يستجيب رسمت موصولة والنون مش موجودة اضغمت في الكلمة طب أن ولن اللم رسمت موصولة موصولة في اتفاق في موضعين واخترف فيها في موضع آخر ما عدا ذلك هي مفصولة أن ولن هي دائما باللفظ ألن لكن لما رسمت موصولة رسمت النون مدمجة مع اللم فيها اضغم كي ولا كي ولا اللا هي اللي فيها حرف اللام فالكي لا توجد في هذه المواضع الأربعة موصولة وما عدا ذلك مفصول طيب اللام الجر الواقع بعد ما يعني ما لي ما لي هذا هذه وردت هنا في أربع مواضع بالقطع ما لي هذا فهذه فصلت عن هذا اللام فصلت عن هذه فما لي هؤلاء فما لكم موصولة فيما عدا ذلك وما لأحد إذن هي الماء مع حرف جر لها هنا وردت موصولة إذن في مواضع أربع مواضع موصولة موصولة عفوا الأربع مواضع موصولة وباقي مواما بعد ذلك فوردت موصولة طيب في كلمات لم ترد في المقدمة الجزرية أن ولو اللو اللو وردت في القرآن في أربع مواضع اتفق في قطع ثلاثة منها اللو أن ولو تلفظ اللو لحظوا الهنا وأن لو استقاموا على الطريقة وأن لو هنا رسمات موصولة والنون غير موجودة لأنها تم إضغامها مع الرسم إلياسين هذه الكلمة غريبة شوي هي الوحيدة موضع وحيد في القرآن الكريم اللي فيها الأل مفصلة عن بقية الكلمة وهنا معينها مفصولة بالرسم الأصل تكون موصولة لكن بما أنها فصلت هل لها أثر لفظي نقول أنها لفظا تكون نقول عنها موصولة حكما حكما يعني أنا إلياسين مع أنها مقطوعة يجب أن لا أقف هنا ولو اختبارا فنقول عن هذه موصولة حكما حكما يعني أنا لا أستطيع أن أقف على أحد هذه الأجزاء تشبه مثل أو لم أو تاعت الاستفهمية وليست أو مثلا كذا أو كذا اللي هي تاعت الأو العاطفة أو إذا وقفت عليها على الجزء الأول منها معينها مفصولة عن الرسم أو لم أو مفصولة عن لم لكن إذا وقفت عليها حتطر سكنها إذا سكنتها صارت وكأني أخير بين كذا أو كذا فاختلف المعنى فلا يجوز معينها مفصولة بالرسم إلا أن يجب أن لا أقف عليها وأقول أنها موصولة حكما هذه القاعدة تنطبق على إلياسين مع أنها مقطوعة لا أقف هنا حتى اختبارا طيب من أشياء المقطوعة الموصولة طبعا فواتح السور نعرف أن فواتح السور هي عبارة عن اسم هجاء حروف فهذه الألف وهذه اللام وهذه الميم في فواتح السور هناك قاعدة الاتصال وألفظها كلمة متصلة إذا نلفظ هاي كلمة متصلة وهي واحدة من الأشياء الغريبة فيها إنه أنا إذا رسمتها متصلة أستطيع إني أضغم النون مع ما بعدها فكانت قواعد الإضغام إنه إذا كانت في كلمة واحدة النون مع ما بعدها من حروف الإضغام مثل قنوان ودنيا وصنوان هذه لا أضغمها إذا كانت داخل كلمة لكن هنا يجوز إضغام النون من حرف مع الحرف الذي بعده مثل مين مثلا مش موجودة هنا عنا مثلا هاي عين سين عين سين هنا صار إخفاء سين قاف صار فيه إخفاء إذن هاي الأحكام الإخفاء أو الإضغام تجوز في فواتح السور إن شاء الله أني أتذكر واحدة من الأمثلة اللي فيها إضغام آه طاصين مين هاي كنت عن بذك حاولتك نعم في كلمة طاصين مين لاحظوا إنه هي متصلة وتلفظ متصلة النون هنا هي موجودة داخل كلمة ألفظها متصلة هنا تضغم مع المين بعدها طاصين مين يعني هنا معينها موجودة داخل نفس الكلمة المتصلة التي رسمت متصلة يجوز أني أضغمها الإخفاء مثل الإخفاء العادي الكلمات إذا فيها إخفاء عين سين قاف كلها بستطيع إني أخفي هون وأخفي هون مثلها مثل الإخفاء العادي الإخفاء يحدث في الكلمة واحدة لكن الإضغام لا يحدث في الكلمة واحدة الإضغام الذي يحدث في كلمة واحدة لاحظوا في أصل الكلام ممكن أنه أصل الكلام منفصل زي ما حكينا قال لا لما ترسم موصولة النون لا ترسم هي أضغمت في اللام ورسمت متصلة ففي أصل الكلام نجد أنه مرات هناك إضغام لكن أمامي شيء مكتوب النون والميم منفصلات وأضغمهم عفوا النون والما بعدها من حروف الإضغام أضغمهم لا إذا كان داخل كلمة واحدة لا طيب نكمل على إذن حروف الفاتح سواء موصولة معادة في موضع واحد في موضع في سورة حاميم عين سينقاف هناك نجد أنه هناك فصل في سورة الشورى هناك آية هناك رأس آية بين كلمة حاميم وعين سينقاف هنا سنجد رأس آية طيب تركيب الحرف في الخط العربي اللام هذا شكلها قلنا بتيجي بداية الكلمة ووسط نهاية الكلمة إذا كان منفردا أو في نهاية الكلمة فيه لها هذا القوس السفلي لاحظوا القوس السفلي يشبهนهم لاحظوا إنه بنزل الأسفل وصحنه بيشبهن Vish لش منحتاج لفرق هاي لأنه منحتاج لفرق عن الكاف خاص에도 كانت الكاف متطرفة الكاف المتطرفة إلى هذا الشكل أنه جزء قائم ثم جزء أفقي لكن الجزء الأفقي في الكاف ممتد أكثر طيب اللام لمات بالخط برسموها مرات اتصال منزقة بالحروف يعني اتصال قصير مرات اتصال طويل مرات اتصال متراكب يعني فوق اليا شايفين مع الياه كتير قريبة هنا حتى فوق الياه تماما هنا مع الياه رسمت الهاقوس والياه ارتفعت عن السطر فإلى هذه الأشكال في الخط هنا فوق الألف المقصورة لاحظوا هنا المجدولة مع الألف أين اللام هي الجزء الأيمن أين اللام الجزء الأيمن طيب فلا لاحظوا هنا معنها تبعتها ألف في الخط القديم كانوا يجدلوها أما في الرسم من الخط اللي موصوم فيه مصحف حفص الآن بيفصلوها إذا كانت متطرفية تشوفوا فلا لاحظوا الفا بعدين اللا مفصولة واللام مفتوحة لاحظة معنها تقريبا متطرفة لكن ما أخذت شكل القص ضلت مفتوحة ودخلت فيها هنا بالله هنا يقول اتصالها فوق الحا اتصال متراكب هنا مع الهاء اتصالها مع الهاء مع الميم اتصال قصير يعني لها كل هذه الأشكال أكثر شيء بس بلخبة الطالبة موضوع لما يكون متراكب فوق حرف مثلا اللام لما تكون فوق الحا مرات بتلخبتهم والمجدولة أيها اللام بدنا ننتبه هل الحرف يأتي مع علامات ضبط نعم علامات الضبط المرافقة لحرف اللام هي الحركات الحركات ممكن أن تأتي مفتوحة ممكن أن تأتي بتنوين الفتح ممكن تأتي مضمومة تنوين ضم كسر تنوين كسر ممكن تأتي ساكنة وعليها رأس الحا الصغيرة في المصحف الحفص مشددة تيجي في شدة فتحة شدة ضمة شدة كسرة إذن تأتي بكل أشكال هذه الصور لإعلامات الضبط المرافقة لها ما أثر هذا اللفظي ما أثر علامة الضبط اللفظي إنني أحتاج أن أتم الحركة قبل أن أدخل في الحرف الذي بعدها الحركة كعموم لها زمن حركة واحدة بغض النظر عن الحروف نوحة إن كانت رخوة شديدة مفخمة مش مفخمة كل الحروف إذا كانت متحركة لها نفس الزمن وهي حركة واحدة سأحافظ على هذه الحركة قبل أن أدخل في حكم مثلا هنا في عندي تنوين قولا هذه اللام رسمت التنوين فوق اللام وليس فوق الألف هذا موجود في مصحف حفص أن التنوينات ترسم عادة على الحرف المنون وليس على حرف صورة الألف نحكي عن تنوين الفتح لأنه في صورة للتنوين الفتح معها ألف فصح بحكي قولا ولكن التنوين لللام هلأ هاي قولا اخترتها كانت بعدها إظهار فالتنوين متراكب لاحظوا متوازي فوق بعضه متراكب تماما معناته بعدها إظهار قبل أن أدخل في لفظ الإظهار للتنوين وصلا قولا كذا بدي أعطي الفتحة كاملة قبل أن أدخل في حكم التنوين إذا كان التنوين متتالي يعني في مرات هنا برضو إظهار بعدها هاي الكلمة بعدها إظهار فبالتاني بدي أعطي الكسرة كاملة بدي أعطي الضمة كاملة كاملة من حيث الزمن بحيث لا تزيد وتتمطط ما أقول أموالون أموالون هيك صار تنطيل أو أحكي أموال هاي صار اختلاص إنه ما أعطيت الحركة زمنها زي قلوبهم بدي أعطي أموالون لون بدي أعطيها زمنها كامل وين بتصير بعض الأخطاء مع الطلبة إذا كان فيه حكم إخفاء أو إضغام بعدها بدي أعطيني الإضغام والغنة وزمن الغنة وكذا فبروح يقول مثلا نفترض إنه فيه بعدها كلمة فيه بعدها حكم إضغام أو إخفاء بعطيني لوم كذا بعطيني الحرف الذي بعده ونفترض إنه كانت لون وبعدها مين بعطيني لوم قبل ما يدخل في الحكم فإذن هاي التنطيط لا يجوز إنه أنا لما أدخل بالحكم بدي أعطيه فقط زمن الحركة وهي حركة واحدة ما أثر السكون السكون أي حرف ساكن نرجع نتحدث عنه هل هو حرف رخو شديد أو توسط ولا من حرف التوسط فإذن أي حرف لام ساكنة بدي أعطيها زمن التوسط زمن التوسط هو أكثر من الحركة بقليل مثل والينفق وال لاحظوا و قدش زمنها والينفق لام الساكنة بتأخذ زمن أكثر من الحرف المتحركة الذي قبلها إذا كانت مشددة الشدة تعطي حرف زمنا أطول فبدي أحكي الذين لاحظوا للمتقين 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 الذين لاحظوا هذه اللام أطول زمن زمن اللفظها من هذه اللام طيب أخواته هذا سهل للدرس العربية لكن ممكن يكون صعب على الأعاجم عندما يدخلوا على هذا العلم طيب في قريب منه الكاف مقارب له في بعض سورته النون في بعض سورته القوس الجزء السفلي في القوس وعن الكاف في بعض سورته الكاف المتطرفة هاي مقارب له مشابه له للحرف في سورته ناشئات لفظه هل ينشأ لفظ اللام عن أي حكم جواب لا اللام المرسومي هي التي نلفظها لا يوجد عنا ما ينشأ لام ناشئ المرسوم هو الذي نلفظه كيف يلفظ حرف اللام في القرآن له لفظ أساسي وله ألفاظ فرعي اللفظ الأساسي اللام اللام المرقف هذا اللفظ الأساسي لكن هناك ما يسمى اللام المغلظة واللام المفخم المام المغلظة مش موجود عنا بروايتنا حفص ولكن موجود فيه رواية ورش اللام المفخم موجود عنا في رواية حفص إذا كان سبقها كسر عفل اللام المفخم موجود عنا في رواية ورش إذا سبقها فتح أو ضم أو كان حرف ساكنا قبله فتح أو ضم فإذا اللامة المفخمة مرتبطة أن يكون في كلمة واحدة لا ترد إلا في كلمة واحدة وهي كلمة الله وللمعرفة أن اللهم تستوي مع كلمة الله في هذا الموضوع إن كانت الكلمة اللهم أو كانت الله لها نفس الحكم إذا كان قبلها ضم أو فتح أو ساكن قبله ضم أو فتح كل هذه اللامات تفخم إذن هي كلمة الله فقط أما في الوريت وارش هناك اللامة المغلظة اللامة المغلظة هلأ لفظاً كيف تنفض لا أستطيع أن أحكي لكم لأن حاولت أبحث كثير في المراجع ما هو الفرق بين لفظ اللامة المفخمة والملامة المغلظة كصوت لم أجد مرجع يقول لي مثلاً هذا صوت متساوي أمنها لكن في بعض الفيديوهات بعض المحكيات بعض النقاشات كان يقول أن هاي بيسموها اللامة الذكورية أو الله الله ليست مثل الله يعني فيه هلأ بالمحكي والمروي ما سمعتوا أنه اللامة المغلظة تفخيمها مختلف عن اللامة المفخمة هلأ في بعض المراجع بس للعلم لما يجوا يقول لك لفظ اللام الأساسي اللفظ اللام يقول لك لام مرققة و لام مغلظة ويعنوا فيها اللامة المفخمة فبدنا نفهم موضوع الفرق بين هذه المسميات اللي إحنا عنا فيه اللي بنتبعه في كتاب المنير و المراجعة تحتنا في عنا إش اسمه لام مرققة و لام مفخمة بعض المراجع بيقولوا لك لام مرققة و لام مغلظة ويقصدوا باللام المغلظة هي اللام المفخمة بس منحاول إحنا بكل ما يزداد إنسان علم يحاول يفصل بين هاي الكلمتين لأنه هذه خاصة برواية ورش عندهم لام مغلظة في الكلمات إذن ما هيش كلمات عادية عفوا كلمة مخصوصة ليست كلمة الله المخصوصة اللي إحنا موجودة عندنا إحنا عندنا للتفخيم وترقيق فقط في لذن جلال الله أما عندهم في رواية ورش أي كلمة أجت بعدها ضا أو طا أو صل سبق عفوا سبقاتها يعني أجت طا أو ضا أو صاد وجاء بعدها اللام هذه الحالات مهما كانت الكلمة خلص تزاوج إنه ضا أو طا صاد وبعدها لام فمثل الصلاة صلاة هيك بالفضوها الصلاة إحنا عندنا صلاة فإذن بيختلف عندهم فإذا كانت مفتوحة أو ساكنة إذا كانت هذه الحروف قبل اللام طيب بس هذا للعلم إنه هناك مراجع تخلط بين اللام المغلضة والمفخمة بتحط هذا اللفظ بدلها ولكن بزيادة العلم نعرف إنه هذه لفظ منفصل عن اللام المفخمة ويقصد بها حكم اللام في رواية ورش إحنا عندنا حكينا إذا نفذ الجلالة إذا سبقه ضم أو فتح أو ساكن قبله ضم أو فتح لكن إذا سبقه كسر فإنا نرقخ اللام في لفظ كلمة الله أما في غير ذلك كل اللامات مرقفة إذن إحنا هنا مخصوصين في لفظ الجلالة هنا في لفظ الجلالة إذا كان السابق هو كسر عارض أو كسر أصلي يستويا فإذن مش مثل الرا في حكم الرا حنتحدث عن هذه أكثر إن الكسر عارض ما بيأثر على ترقيق الرا بينما لازم يكون أصلي أما في لفظ الجلالة إذا كان الكسر عارض للسكون أو أصلي في أصل الكلمة فإنا نلفظ اللامة مرقاقة كمان يستوي المكسور أو الساكن الذي قبله كسر يعني مش بس الكلمة اللي قبله مكسور عفوا آخر حرف من الكلمة اللي قبله مكسورة وممكن يكون اللي قبله هي ساكنة وما قبلها مكسور فإذن هذا يستوي الكسر إذا كان ملاسقا لكلمة الله من الكلمة التي قبلها أو كان الحرف ساكن وقبله كسر تستوي كلمة اللهم مع كلمة الله يعني تجري عليها نفس أحكام التفخيم والترقيق الموضوع اللامة اللهم تلحق بكلمة الله في موضوع التفخيم والترقيق زمن لفظ الحرف له علاقة بإنه ما هي الحركة التي عليه إذا كان عليه سكون فهو من الحرف البينية أو حرف التوسط لن عمر لن عمر إذا كان لديه حركة فهو من زمن الحركات لكن إذا كان في موضوع المدود إذا كان في فواتح السور بدنا نروح على إشباع المد صار مد لازم حرفي طيب إذن إذا إحنا بنحكي عن فواتح السور فهو هنا فواتح السور فهو مع إشباع المد أما إذا كان متحرك فهو له زمن الحركة والحركة نصف المد الطبيعي أي حركة واحدة طيب إذا كان ساكنا فله زمن البينية بنعرف زمن البينية حكينا أكثر من زمن الفتحة أو الضم أو الكسرة فإذا أكثر من حركة البينية بتيجي حركة وشوي لكن إذا كان مشددا بدي أطول عليه لسه بزيادة الشدة تعطيني زمن أطول للفظ الحرف لا يوجد في هذا الحرف موضوع الغنان أو موضوع القلقلة أو السطالل هذا الحرف ليس فيه هذه الأشياء بس هننبه على موضوع الغنان إنه إذا كان مضغما مع النون فهو إضغام بغير غنان فبرضو هاي الأمور ما بتنتبق علينا مراتب زمن أزمانة الغنان ومراتبها لا تنتبق على الإضغامات اللي فيها النون ساكلة ثم تليها اللام ليش لأنه إحنا أصلا عندنا الإضغام بدون غنان في أصول الرواية ما هي الجمل التي ينتبق على حرف اللام من أصول الرواية إذا بنفتح مبحث أصول الرواية نجد الجملة الأولى التي فيها موضوع متعلق باللام هي موضوع كلا بل رانا هنا عندنا إضغام لا يحدث الإضغام بسبب أن هناك سكت هناك سكت هلأ موضوع السكت هنا السكت حكم السكت يحدث إذا نويت أن أجمع الكلمات مع بعضها هل أستطيع أن أقف اختبارا هنا وأقول بل وأقف؟ أجواب نعم اختبارا يصير أن نوقفهم لكن إذا اخترت وجه الوصل ناوي أوصل هذه الكلمة مع هذه الكلمة عند حفظ هذه واجبة كلا بل رانا هنا واجبة السكت لماذا؟ لحتى لا تدغم هذه في هذه في اختل المعنى تخيل لو أعملنا الإضغام وهو هذه من الحروف التي تدغم اللام مع الرا بسبب التقارب اللام تدغم مع الرا بسبب التقارب تقارب شديد في الصفات فبل رانا وتقارب أيضا في المخرج بل رانا فإذا كنت ناوي أن أطبق عليها أحكام الإضغام فبقول برانا برانا اختلف المعنى فهنا في عنا سكت واجب اللام لا تدغم مع الرا طيب بالكلمات الأخرى باب اللامات تغليظ أو تفخيم لغض اللام لاحظوا موضوع التغليظ يعني هنا كتبت بكلمة تغليظ إذا جاءت بعد فتحة أو ضب الفكرة مرة تانية الخلط بين كلمة تغليظ وتفخيم نفضل أن لا يخلط وتترى كلمة تغليظ اللام لرواية برش إحنا عنا في روايتنا أو في مراجعنا هي تفخيم وليس تغليظ طيب اللي حكينا عنه قبل قليل موضوع أنه إذا جاء بعد فتحة أو ضم فإنه يفخم الحرف فيها إذا جاء بعد فتحة أو ضم فمن الله مثلا أجد هاي الفتحة هاي الفتحة عارضة للسكون مع ذلك أدت إلى تفخيم الله قال الله قال لا هاي فتحة أصلية بعدها بعدها اللام مفخمة ومن يهن الله لاحظوا هاي الكسرة هذه كسرة عارضة أصل الفعل يهن وإحنا هنا ومن أصل هالكلام ومن يهن الله فإذا هنا هي أصلها سكون لكن وصلا فيها تخلص من تقاء الساكنين بالكسر هنا كان تخلص من تقاء الساكنين بفتحة هذه مما يفتح من الجارة مما يفتح فهاي عارضة وههاي عارضة ومع ذلك أثرت على اللام بحكمها فهنا كانت فتحة عارضة أثرت على تفخيم اللام وهنا كسر عارضة هنا كسر عارضة أثرت على ترقيق اللام طيب باب الوقف على وقت الكلمة إنه عندنا إشمام أو روم هذا حنتحدث عنه كبيرا شوي ولكن هو مما ينتبق عليه فهاي الجملة موجودة في وصول الرواية وتنتبق على اللام اللام من الكلمات اللي بتتبق عليها الإسكان والروم والإشمام هاي بتختلف مثلاً عنها من موضوع التال مربوطة إذا كان عليها الضمع هناك لا ينتبق عليها إشمام وروم لأنه عند أقف عليها بها لا ألفظها التال إذا وقفت عليها فبعض الحروف يدخل عليها إشمام وروم بعض الحروف عندها مانع من مانع الإشمام وروم فإحنا عندنا لا يوجد في اللام مانع للإشمام وروم إذا كانت مكسورة فيها روم وإذا كانت مضمومة فيها إشمام وروم باب الوقف على مرسوم الخط حد تحدثنا على موضوع أنه اختباراً يجوز أن أقف على اللامات التي كتبت مفصولة معدى اللام واحدة وهي إلياسين لا أستطيع أن أقف على إل وحدها أحكام النون والميم تنطبق وسنكمل إن شاء الله في الفيديو القادم عن طوارئ لغض الحرف في أصول الرواية ونكمل مع حرف اللام في أصول الرواية بارك الله فيكم ونجزاكم الله خيراً ونلتقيكم بعد قليل في الجزء الثاني من هذا الفيديو